موسيقى الستر الستر بذرة من بذور الخير الله عز وجل قذفها في قلوبنا حتى تستقيم الحياة تعالوا في حلقة هذا اليوم من برنامج بذور الخير نتعرف على خصلة من خصال أطيب الأخلاق وهي الستر فحياكم الله وجميعكم موسيقى 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 هو فينا حد ما بيغلط فينا حد من البشرية ما بيغلط لا كلنا منغلط طب مدام كلنا منغلط شو اللي بنحتاجه بنحتاج مع الغلط إلى خلق يكون منتشر في المجتمع اسمه الستر اسمه الستر ليش تحتاج الستر لو كل ما شفت غلط بدي أحكى عنه في المجتمع تذهب هيبة الأغلاط كل ما رأيت خطأ في المجتمع بدي أتحدث عنه وأصبح دعاية متحركة لوجود هذا الخطأ تزول هيبة الأخطاء فيتجرأ الناس عليها ولذلك نحن نحتاج الستر في المجتمع من أجل التربية شوف ربنا شو بيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا تشيع الفاحشة كيف تشيع؟ بأمرين إما بذكرها أو بفعلها يا إما بد يكون داعي لوجود الفاحشة في مجتمع من المجتمعات نسأل الله العفو العافية وعلى الملأ وعلى العلان ويكون مفيش ضوابط ولا يكون حدود لما يتكلم الناس يشتشيع الفاحشة في الذين آمنوا يزين وجود الفاحشة أو أن تشيع الفاحشة بلسانه فلان عمل وفلان سوى وفلان قام وفلان حط وفلان كذا وفلان كذا ما عنده خلق الستر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلموا الستر مش معناته الستر لأسكت على غلط يتعلق بأمن دولة لا هذا مش ستر مش معناته الستر بمقصود فيه واحد مجرم وأتستر عليه لا هذا شريك في الظلم وشريك في الجرم الستر الذي أتحدث عنه هو الستر على أغلاطنا اللي بتصير الستر على الهفوات التي تحصل منا يوميا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رد عن عرض أخيه عن سمعته رد الله النار عن وجهه يوم القيامة اليوم إحنا من يجي من سياراتنا الرخص سياراتنا في عقد تأمين طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعطيك عقد تأمين أنه يؤمن وجهك من النار والتأمين موقع من مين من الله موقع موقع من الله عز وجل تفضل أوقع كيف أوقع ترد عن عرض إنسان إحنا مرات يكون قاعدين فيه قاعدة فإنسان بيجيب سيرة واحد بالسوق وبيبدأوا كل اللي قاعدين ينزلوا فيه يا جماعة مش هيك مش هيك الحياة يبدأ الناس بأكل لحمه ما فينا واحد يقول تقول الله والله الرجال كويس وأكثر من ذلك اللي أسوأ من ذلك بكون أنا واحد صحاب صار لنا عشرين سنة ورحنا مع بعض وإيجينا مع بعض وسامعين مع بعض وماكلين مع بعض وشاربين مع بعض ومسافرين كل حياته وحياته وحده عشرين سنة صار لنا فبيجي إنسان بقوله على فكرة ترفلان يعني يا حش سامع جلكم الله جميع النصاب بدأ ما أقول له يا رجل اتقي الله الزلم أنا بعرفه هذا الرجال لا أنا بعرفه هذا الإنسان أنا مخالطه لا 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 أنت معلوبت غلط بدأ ما تكون هيردت فعلي شو بقول آه وانا اللي صار لعشرين سنة مضحوك علي أنا صار لعشرين سنة باع معلومة عشرين سنة في شك لحظة باع معرفة عشرين سنة في شك لحظة بدأ ما أقول له اتقي الله الرجال بعرفه له يا ابن الحلال له يا رجل أنت تحكي عليه هيك والله هذا الرجال بعرفه وسافرت معه وأكلت معه وشربت معه بدل ما أدافع أنساق وراء المشككين الستر في المجتمع على أغلاط أغلاطنا الطبيعية الأغلاط العادية أنا برجع بقول لك أمن دولة مخدرات جريمة قتل لا 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 هذا موضوع خارج هذا خياني للوطن وخياني للأمن أنا ما بتكلم عن هذا أنا بتكلم عن أغلاط الهفوات اللي بتحصل الستر يوم الأيام يجا واحد عند سيدنا عمر يرفع عنده دعوة قال له ترى أنا شفت فلان وأجلكم الله جميع وما تنقال بوجوهكم فلان وفلان رأيتم على المعصي سيدنا عمر كان فيه بإيده عبارة عن حبل وفيه براس عقده يعني للتأديب راح ضربه قال إنما كان يكفيك إنما كان يكفيك أن تخلع ردائك ثم تستر عليهم أنت يعني جاي تفرحني بالمصيب اللي جاي توصل لي ياه أنت جاي تفرحني يعني تفكر أنا هيك مبسوط الآن وفرحان والله إنك أنت لقيت لي جريمة إنما كان الآن بدي أجيبهم وأجيب الشهود وصير فضيحة بالمجتمع وصير فيه حد للي عملو مش حلو مش حلو مش معناته الأغلاط المجتمع ما فيه أغلاط ولا إحنا مجتمع ملائكي لكن المقصود نتحلى بخلق الستر نتحلى بخلق الاعتذار نتحلى بخلق التبرير لما يحتمل التبرير نتحلى بخلق التوسع ببعضنا البعض ما في مننا إنسان معصوم لسانك لا تذكر به عورة امرئن لسانك لا تذكر به عورة امرئن فكلك عورات وللناس ألسنوا هدد النبي عليه الصلاة والسلام هذول الجماعة الذين يتتبعون الأغلاط شو بتتبع الأغلاط اعمل مليون خير والله ما بيجيب سيرتك وانت أصلا مش عاوزه لكن هو لا يذكر الخير ويا ويلك إذا اغلطت غلطها القد قال عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة مؤمنا تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته اللي بدور على أغلاط البشر اللي بدور على نقاص الناس انت مهدد من الله عز وجل ما نظل نبحث عن غلطات بعضنا البعض ما نظل و أسوأ من ذلك اللي بلبسك الغلط لا أنت غلطان يا حبيب ما حكيت لا أنت حكيت يعني أسوأ من هيك لا لا إحنا مش هيك لا أخلاقنا هكذا ولا تربيتنا هكذا الأسوأ من تتبع العورات أنه يلبسك الخطأ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان فيه ما ذكرته إذا بتحكيه صح فقد اغتبته لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن لم يكن فيه فقد بهته لما تحكي على واحد شغل ما عملها بس ليش حتى حتى يعني تلبسوا الغلط طبعا هو سؤال ليش الناس مع أبو سترو شو دوافع التجني على الآخرين واحد من أمرين إما أناس لم نستطع أن نصل إلى مستواهم فردنا تحطيمهم مش قادر أصير زيه عنده مال كثير وأنا فاشل فمش قادر أصير زيه شو الحل؟ أحطمه عنده علم عنده جاه عنده محبة عنده خلق طيب فأنا مش قادر أصير زيه العجز عن الوصول إلى مستوى هذا الأشخاص يجعل الناس تحطم هذا الإنسان هذا حالة من حالات والحالة الثانية أنه بيكون هذا المتحدث عنده عيوب تنقصه في المجتمع فيريد أن يستخرج عيوب الآخرين حتى يقول للناس ترحنا كلنا زي بعض هاي معنا إما تحطيم وإما التساوي في الأغلاط والله والثنتين غلط والله الثنتين غلط الستر من ستر مسلما ستره الله من ستر مسلما ستره الله طب يعني أفضح مسيحي لا مش هذا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أغلبية الحديث عن أغلبية المجتمع وخطابه وكان مع المسلمين بيش مقصود في ذلك أنك تفضح غير لا 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 الفاحشة فاحشة والغلط غلط والفحشة مقصود فيها كل مذمة ورده شوف شوف اسم من أسماء الله عز وجل شوف من أسماء الله هو احنا مين شايفنا الله مين مطلع علينا الله طب لو الله عز وجل أظهر عيوبنا للبشر والله ما فيه واحد بيسلم على الثاني والله لو أن كل عيب وخطيئة ونقص أظهره الله على البشرية يمكن ما فيه اثنين يسأل مع بعض مين ما عنده أغلاط لكن المولى شو اسمه الستار شو اسمه الستير الستار الذي يستر على خلقه سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم سترتها عليك في الدنيا هذا كلام مين كلام سيدنا عبد الله ابن عباس اللي هو المفسر الأول لكتاب الله عز وجل حبر الأمة عالمها فهمانها اللي فهمان على القرآن الكريم كان يقول إِنَّ لَنَا ذُنُوبًا عاد لما سيدنا عبد الله ابن عباس يحكي عن حاله يعني يعني شو نحكي عن حالنا قال سيدنا عبد الله ابن عباس يقول إِنَّ لَنَا ذُنُوبًا لَوْ لَا سِتْرُ اللَّهِ لَهَا لَرَجَمَنَا النَّاسُ بِالْحِجَارَةِ شو عندك ذنوب طيب شو نحكي عن حالنا احنا احنا شو نحكي عن حالنا لكن الله عز وجل يتجلى علينا بصفة الستر الله يتجلى عليك بصفة الستر أما كل كلمة بتدخل أذنك منهم تروح تنقولها هون لا لا إن الذين يحبون أن تشيع تتفشى تتفشى بين الناس على الفيسبوكات على واتسبات على تويترات على سنابات المجتمع زي الجسد إذا كان الجسد قويا إذا دخل عليه فيروس أطس بأعطس ولا هو طالع الفيروس وإن كان ضعيفا دخل فيروس برميه في الأرض وكذلك المجتمعات إذا جاءها خبر سوء إن كان المجتمع قويا يقول استغفر الله استغفر الله والله ما لي علاقة اتق الله يخل الله يرضى عليك الله يستر بيتك أنا ما لي الرجال طيب والله ما رأينا عليك إلا كل خير هذا مجتمع مين قوي عطس فأخرج الفيروس وإذا كان المجتمع ضعيف ومش وثقاني بنفسه أول كلمة سوء بتيجيب يقول لك أوف يا من خدعنا في الناس وإحنا مضحوك عليه بيطلعه مضحوك عليه وأهبال وضايع عقله ومش عارف ووصالوا عشرين سنة صحبة عشان واحد حكى على صديقه كلمة لا الستر صفة الأقوياء الستر صفة الأغنياء بالعلم والمعرفة الستر صفة الواثقين الستر صفة الأناس الذين ترقى عقلهم فما نظرت أعينهم إلى سفاسف الأمور واستعلوا على الأخطاء لأنها لا تليق بأنفسهم أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير إلى أنا ألتق بكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته